اشتركوا في القناة في الجانبات الشارع مولي يوسف في المقطع الحديقة الجامعة العربية والمبررات التي يتم الترويج لها من طرف المحيطين في فلك السلطات العمومية مبررات واهية سواء المبرر الأول أو الثاني أو الثالث المبرر الأول هو أن المسؤولين سائموا من الوضعية التي تعيش في الأشجار الحديقة الجامعة العربية في المقطع الشارع مولي يوسف وما تخلفه من مخلفات يعني بالبزق بالدريجة فكان لابد من قطع وحش هذوك الشجيرات باش أن طائرة بقر ما تبقاش تجي إلى هذه المنطقة وهذا مبرر بليد وغبي علاش لأنه كان طرق علمية مبلورة على المستوى الكوني واللي معتمدة من طرف الكليات للعلوم في جميع الدول تسمح من جهة بطرب هذوك الطيور لنويزيبل ومن جهة تانية تسمح بالحفاظ على الحديقة هذي اللولة والتانية هو أنه من نحية تيات الشجر يدعوه أن نطيع ربقار ما تبقاش تبزق في شهر عمولي يوسف رغضت تقلب على بلسة أخرى فإن تلقى العشاة جهلة وغذي نمشي تاني نحش لدك الشجر وغذي نعود تاني ننهربوها وغذي نهكال دواليك حتى غذي نمشي لتوين سنتر وحتى توين سنتر سينطيحوها بدعوه أن نحق قلر وغذي نطيع ربقار فينا وفتسق هذا ليس حل بدليل ما تمام مؤخرا في دارسكا وفي المطار ذي الرباط إذ أن المسؤولين اعتمدوا على خبرة للناس المتخصصين في هذا الباب فتم لدي لوكاليزازيون لذلك الطيور من جهة ما بقاشكا لذلك المنطقة ومن جهة تانية لم يمسوش يعني ذلك الأشجار وليب بارك اللي كيينين في محيط المطار وفي محيط دارسكا المبرر التاني وهو أن المسؤولين تيقولك بأن الضربة مقبلة على افتتاح المصرح الكبير والزوار دي لهذا المصرح لأنه يجيوا وخصهم يجيوا في الشوارع باش نقاش الاختناق في وسط المدينة فكلا بد من إعدام الأشجار دي المولاي يوسف باش نوسعوه باش نزعوه وهذا مبررون بليد وغبي بدوره لأن التوجه الكوني الآن عالميا خصوصا منذ اعتماد للتوصيات دي المؤتمر الكوب والمفارقة للدرفر المراكش أن هذه التوصيات كتقول بأنه خاص نحن نشوف الاتجاه دي لنحبسو دخول السيارات إلى وسط المدينة من جهة ثم ثانيا نوسعوه الفضاءات دي للراجيني دي لبيتو فإحنا قمنا بالعكس هو أننا قسلنا الغابة قسلنا عفون الحضيقة دي الجامعة العربية باش نوسعوه الشريع باش يتقبلوا الرأي العام وهو تحويل المصار دي التراموي عن طريق يعني يجر من الرحل المسكيني مرورا بشارع للفاسي نزولا إلى مسجد الحسن ثاني مرورا بشارع مولايوسف صحيح يعني هاد اللحظة اللي كانت شجنوا في هاد الفيديو الموقع الرسمي دي الكاثترانسبور الشركة الكاثترانسبور لا يتضمن هاد المصار دي للمولايوسف ولكن لا دخانة بدون نار بحيث أنه في المجالس الحميمية وفي الصالونات الخفية يعني يتم يعني الحديث على إمكانية إدخال الطراموي إلى المصار دي للمولايوسف وإذا تمت هاد العملية غدا تكون يعني آخر يعني رصاصة تطلق في الجسد دي للضربدة علما أن مدينة الدربدة ما عندها تشي منتزه كل المنتزهات اللي فيها تدروا فيها الاستعمار وخلال 63 سنة دي الاستقلال من 1956 بإنجاز ولا منتزه واحد سواء للقرب سواء المرضوخ سواء الأرميطاج إلى آخر هذه كلها منتزهات اللي وردها للاستعمار كل ما قامت به السلطات في هذه الفترة الاستقلال هي لغياب الريتاسيون ديالها وللأسف الشديد أنها عيواض ما تقوم بإنجاز منتزهات خرق قاعدة تقتل فالكينين